السلام عليكم اليوم جاب لكم مقطع جديد اليوم جاب لكم مقطع ماينكرو جديد رجعنا الفيس كامل الحمدلله لكن الفترة يعني بصور نظارة شمسية لما خلاص الإضاءات ما تصر تزعجين إن شاء الله يعني لكم العافية الدعم شكرا لكم على كل شي تقدمون لي في ماينكرو وفي القناة ككل إذا ما انتم مشترك اشترك فعلوا زروا تابعات خلونا نوصل 850 ألف يعني ما بقي شي يعني 40 ندل بس إن شاء الله نوصل لأقرب وقت خلونا ندخل على المقطع آخر شي سويناه اللي هو وريناكم هذا الشي وقلتولي ضبطه من جوه وخله دورين فلمانه احتمال ان يسوي في هالحلقة احتمال الحلقة الجاية لكن شو نسوي في هالحلقة راح نضبط البنارات لكن نحتاج شي جدا مهم ما عندنا هذا الشي لازم نروح لسبون حين عشان نشوف هل عندنا هذا الشي او لا أو هل نقدر نشتري او لا توقع اننا ما نقدر توقع أنا طاري سيمون بحلقة اللي راحت قمتلكم عن سالفة الخشب لا خشب قمتلكا ان بير أنا نسيت سالفة التوسع اللي هنا فهل في فيه محل الخشب هنا ووووو كان هذا هو كان هذا هم يسعتر والله تصميم بطل بالله هالتصميم بطل ما ادري بير ولا ريل توقع النا بير توقع والله لا اعلم يعني الله دايم في التصميم رهيب رهيب مرة انواع الخشب اللي اوفرها حسنا ليس به الخشب طيب وين conversations intense طيب وين го pro crack are on přes حسنًا سلاوي الحركة والله رهيبة شوف كيف دائما قاعد يطيح من الدروبر ذاك قاعد يمشي مع المايا ويرجع من جديد والله حركة رهيبة حركة رهيبة جدًا لنا لقاء القريب إن شاء الله لنا لقاء تجاني دائما دتين أنا والله آسف إذا خذيتها بالغلط والله أني ما انتبهت توني أشوفها والله والله توني أشوف يعني يمكن ذرفت مني كعبادي بس توني أشوف توني أنتبه والله خلص الجزار غريبة ما جاي طق ما جاي طق غريبة شوف جاه السيف عادل كل ما جاي جمي كذا لازم طقت سيف ويدي نحاش عادل شل ما أخذ يعني بس لنا أيوه ناوي يطق الحمد لله أنا ما طق نشوف هذا سكيلت الفارم هل يضبط أو لا ناخذ الشنطة وناخذ السيف نبدأ نذبح نشوف يعني هل بيطيح الراس هنا ولا لا لأن نحتاج راس واحد عشان نسوي البنارات البنارات في واحد منهم يحتاج حسنا حسنا على بالي أن نزل راس بس ما نزل لأسف سالفت أن الرسم هنا بطيئة مرة 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 يعني لو أروح أدود لي يمكن أجيب أسرع جينا هنا عشان بس نجهز الجزر لمانا كان القولد ما أدري ونواصل بس كان ما أخذ كثير من هذه من هذا المغزن لكن بقير لي من هذا القولد شوي فهي غالي أفك أكثر وأكثر فحاليا مليت اثنين وراح أشتري شولكر ثالث عندي شولكل شولكل والله كل حلقة أقولها كذب خلاص برمجت شولكل يبغالي أشتري شولكر جديد من عبادي نروح العبادي الحين ونشتري منا شولكر يبغالنا نشتري أسماك أكثر في أحد الأشخاص كتب لي في الكومنتات كومنت رهيب جداً وفكرة ما حد قت سواها من الشباب السيرفر الأغلب يحط إميرلد يسميها باسم الشخص ويحطها على إجدار لكن طائط العافي مدري مين كتب كومنت صراحة ننسيت الكومنت قال ليش ما تسمي الأسماك اللي عندك في الحوض أسماء المتفاعلين لما أنا فكرت فيها فعطوني رأيكم كلكم يعني ما أنا الكومنت جاء منكم فأنا أبغى رأيكم هل أسويها أو لا يعني يكون مثلاً كل السمكة أضيفها في الحوض يكون باسم يبغالي أن يمتقات مرة كثير لكن مو مشكلة أعطوني رأيكم هل أسويها أو لا يعني نطلع فكرة حلوة كذا أنا جيت هنا عشان أشوف هل في رؤوس ولا لا غالباً ما في رؤوس صح في مكان عبادي هذا هو يا رب أن في شولكرات يا رب غالب أنه مخلصة لأن الشباب في السر يمتخلوا واضح أنهم أنهوها زي ما توقعت زي ما توقعت الله صعب صعب أنك تلحك كانت النية أني أشتري شولكر بس يعني إن شاء الله أني يعبي المحل مجديد ما أدري كيف يعبيه بس غالباً ما عنده مخزن يعني كمية طيبة هي صح أننا جينا عشان نعبي المحل نسينا يبغاننا نعبي هذه بعد أغلب قال خلي المكان زي ما كان اللي هو مكان الجزر ما نخليه يعني ما أدري كيف تسوي صراعي تانك أنه يسوي جزر كذا جاء على جنب زي الشكل هذا بس أغلبكم قال لا خله لأنه كويس كويس إن الجزر حواله ذهب ويجزي كذا يبين أنه محل الجزر والأغلب قال ليش ترجع السعر إلى ستاكين ستاكين يا شباب عشان الكمية عندي يعني يا الله أجيبها يا الله أجيب الجولد يا الله أجيب ذا الجزر سهل بس الجولد هو الصعب فحطيت السعر مثل ما تشوفون 2 ستاك 1 كرو كوين وفوق كذا خلص المحل الماء ما بقل لهذا شوفوا بقي ستاكي فنعبي المحل من جديد أخذ الكرو كوين 17 مفروض كم؟ تقريبا 13 ستاك ونص مفروض تكون والله ما يفاضي أعد صراعته خلاص خلاص نعبي من جديد كأنه ما أصار شي نعبي في هذا بعد لأنه اللي شاف دائم أغلبهم ما يشوف في الثاني ما أدل ليش بس تعبين هذا وهذا وهذا في هذا طيب عشان ما يدمجنا هذا صاد وهنا فيه حاج شويني علقتنا حلو 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 أنا بغض بعدان هما بغضهم اللي أحقوني سكيلتون عشان ما يدمجوني هذول البثرين اللي قبشوك نبدأ مع هذا بسم الله أوك ما أطلع معنا لوتنك فأمرنا طيب إن شاء الله حلو إلى الحين ما نزلنا ولا شي دبال فحم أتطلب شوائي رج أخيراً يا ساتر أخيراً أخيراً اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا ساتر يا عيال والله أخيرا والله عوذ بالله والله تعبت أخيراً اللهم لك الحمد حليش بسوي نحتاج بس أخذ كرافتنج سوي كذا نجيب الرأس ونحط جنبه ورقة اطلعنا هذا الشي اللي هو بانر بترن كال تشارت هذا راي يعطينا شكل الجمجمة هذي وراس سكيلتن في البانرات فراح يفيدنا مرة لأننا راح نسوي شي العادل لازم هذا الشي فبيكلفنا صراحة كثير فبرفع السعر على العادل بسبة هذا الشي مرة متعب يبدأنا استخدما يعني إلى الأبد زي ما يقولون فهذا الشي اعتبر شي نادر شوي ومتعب ما أخفيكم إننا حاليا يعني ودي أفتح شنطة بس عشان تشوفون الأغراض اللي اتتعبت ولا أجمعها وأنا ما أبغى أجمعها بسبة سكيلتن القابل شوي واحد اتنين ثلاثة أربع خامسة سدل واحد جولدن هوس أرمر واحد دائما دارس أرمر ما أدري حتى أجبت راس ماقما كيوب يعني سبت هذا الشي معنا الوال هنا معنا الخشب معنا كل شي نبغاه بس ناقصنا صدقون نحتاج لون أبيض ناخذ اللون الأبيض وناخذ اللون الأسود وناخذ من البرتقالي البرتقالي استخدمناها مرة كثير نحتاج اللوم صح نسينا لما أنا ضيانة حقتنا اللي قبل فبنسوي خشب أو بنسوي لوم جديد ونضطرنا الروح ايه بنروح للسبون وبنروح للمحل حقنا عشان نشوف وش طلب عادل بالضبط عشان نسلمه شي هذا يمكن نستغر من السعر إذا أعطينا السعر ما أدري كما أحطه أصلا والله العظيم متعب متعب راس سكيلتن هذا متعب جدا زي ما قلنا نقدر نستخدمه متى ما أبغى هنا في أي وقت فهذه ميزة صراحة وباسم الله وعلى بركة الله طلبو اسمز خلص هنا طلب عادل هنا طلب رييل أنا دائما أخبط برييل وبيض ما أدري ليش ببنر لأحرف كلمة بيكري ونبي كل حرف مننا بنرين أوكي ناوي يسوي مخبز فهذه مي بصعبة لكن ما أدري كم وش اللون اللي يبغاه يعني يبغى أسود أبيض الكتاب الأبيض واللون أسود ولا والله مي بصعبة اللون نخلص من الطلب عادل لأن عادل قبله نبي ستايل ياباني ومرا قوي وفي لوفي ومبيس وبعد تقريبا نحتاج السحبات أننا حاليا جاهز عندنا هذا وجاهز عندنا هذا وجاهز عندنا نسوي حين واحد ما نلوم نضيف عليه هذا ونضيف عليه اللون الأبيض ونختار على طول تشوفوا كيف يطلعنا جمجمة على طول راس سكيلتن نحط هذا ونضيف اللون البرتقالي نشيل يعني لو تحط هذا على طول يطلع لك خيار واحد عبارة عن راس هنا بعدها نختار اللي هو هذا نختار اللون الأسود نختار اللي هو هذا فيطلع لك هذا الشي الرهيب يعني ونبيس اه ضبطكم اتخذين كتاب عادل معنا عشان نروح الاسبون أو نروح البيت ونشوف عادل ما نسويه بالضبط نبغى نضبط عادل بقرب وقت مرة اخرنا عليه عندنا هذا هذا يعتبر واحد هذا يعتبر واحد يبغى نكرر من الويت بانر كرر نخلي عندنا وناخذ من هذا واحد هذا يالو بانر يبغى لون أصفر اتوقع معنا في الورود ما معنا لون أصفر والسادس والسابع هدية حلو حلو الحمد الله فخلونا ننضيف الأشياء في شو الكر حقات عادل واحد اثنين تقول يبغى نكرر هذه والله نحتاج نكرر كل واحدة انا ما ادري وش اللي حطيته هنا وش اللي ما حطيته نضيف هذا عشان ناخذ حق ومبيس عشان نعطيه حق ومبيس ويكون عندنا واحد زيت فعشان نحافظ على المور وما نجي بالعيد ونكرر زي كده حلوين حلوين كده عندنا سبع يبغى لاثنين زيادة لازم نوقف تصوير حين عشان نشوف اثنين مناسبين يناسبون ستايل الياباني ونسويه العادل عشان نتمم للطلب قد ما نقدر حلوين حاليا سوينا اول بانر اللي هو هذا مثل ما تشوفون رهيب صراحة وقريب من الاصفر والاحمر هذولي هذا اول واحد خلصناه اول شي نكرر عشان يمكن نستفيد منه بعدين طل اللون هذا ونحط النسخة هذه هنا عندنا حاليا عندنا البانر الثاني مثل ما تشوفون كان عندنا سكل تشارج الحاليا عندنا فلاور تشارج كيف تضيفه جيب ورقة وتاخذ هذا النوع اللي هو اكسي دايسي ما ادري هل يضبط ان نحط اي نوع خلنشوف يعني تجيب اي وردة ثانية ما تضبط لازم هذه بالضبط فتحطها مع ورقة هنا وخلاص طعلك هذا الشي اللي هو فلاور تشارج جهزنا هذا البانر الثاني نضيف عليه فلاور تشارج ونضيف عليه اللون الاسود ويطلع معنا هذا الشكل نضيف الوال هنا عشان يمكننا نسوي تكرار لهذا الشي وبكذا نكون جاهزين نسلم عادل تسع بانرات يقدر كري زي ما يبغى حلو حاليا رح نمنطقة عادل وراح نسلمه هنا بس ما ادري هاي جهازي والذي والذي يا رب اني ما بقاد نحرق شي حلو نحط هنا صندوق بسم الله نحط هنا حط عليها اللوحة يتسع بانرات لو نقول عليك كل واحد اثنين كرو كوين فاثنين كرو كوين هذه على التسعة يصير ثمانتاش لكن السكل اللي تعبنا هذا باخذ عليها أقر شيء أربع أربع كرو كوين فنقول عشرين كرو كوين تقريبا تم توصيل طلبك وعذرنا على التأخير الحساب عشرين كرو كوين هنا نضيف عليها اللون الأزرق ولا أصفر مش كما معي أصفر فخلونا نحط اللون الأزرق هذا نوره سنة سيئة صراحة لا تجيب أصفر تم توصيل طلبك عذرنا على التأخير حساب عشرين كرو كوين وهذا هو عادل نضيف هنا الشالكر نضيف هذا الأشياء هنا لدينا هنا ثلاثة بلاك واثنين وايت واثنين يالو واحد لايت كري وواحد ريت أوكي رجعنا لكم حاليا وش بنسوي راح نروح محل الخشب حق بيروريل وقسم بالله كل مرة ضي أنا أسف يعني أنا أسف البيروريل كلهم أنا أسف اللهم والله يبغالي محل أنا أبنيه هنا شيء زي كذا الوضع كذا سيئ صراحة راح نيجي هنا ونشتري السبروس ووت هذا السبروس صح؟ نشوف أفوه ما فيه ما فيه خلص له ما حط أصلا فيمدينا نجمع فبجمع حاليا استاكل استاكل بإذن الله وراح نبدأ نبني الميناء أنا قلت لكم ذياب حد المكان حقنا فمن هنا حطيت هذه عشان لو بجيت باستخدم البلوكات واقدر أحط ستير زي ما أبغى فحطينا هذه المنطقة أو حطت ذياب هذه المنطقة وحددها زي كذا احتمال نحط فيها شيء بس ما دي شيء يحط فيها صراحة لأن هنا عندنا المساحة من هذه البلوكة يعني هنا تقريبا إلىين هنا هذا كله فاضي فاحتمال يكون فيه درج والأرضية راح تكون مثلا شونا شو راح لكم خلونا مثلا نحدث زي كذا ستكون ممتدة إلى هنا مثلا أو بلوكة تحتها موصل إلى هذا الشيء اللي راح يكون السوق الشعبي بالنهاء أن يكون مساحة كلها يعني على الزاوية هذا أو على هذا المستوى أو على هذا المستوى يكون قريب منه بنفس الوقت نبدأ نستخدم هذه اللي تحت في شيء ثاني ما يدري شيء صراحة لكن احتمال نستخدمها في شيء كويس بإذن الله فخلونا الحين نحدد هذا المكان زي كذا حط هنا زي الدرج زي كذا ما يحتاج تسير زي مدريش خلاص نرقى بس ونبدأ نبني هذا المكان احتمال أني أشيل اشتو هذا المكان خلونا خللنا نشيله هذا إن هذا المكان كله راح ينشال عشان يعطي منطقة أكبر قدت الموية بباصلة هنا ف نكبو شوي لكن ما اليح نقدر رقى الموضوع أن نجيب موية أو نجيب معنى بكة تتوقع فخلنا أخذ البكة خلصنا من هذا المكان نظفناه زي ما نبغى يعني أبغانا بعد ننظف أكثر هذه المنطقة زي ما تشوفون لكن أبغانا ننظيف مصادر موية هنا طيب حاليا نظفت المكان زي ما تشوفون كمية ال يا ساتر هلو ليش خذيت أنا كمية الجراس مبطبيئية الشجرة دي خليتها لا أدل ليش خليتها أود أني أكسر هذا المكان كامل حتى يعني تحت اللي أبغاه أني أنزل هذه ثلاثة بكات أرأة بكات تحت فسو الله يعني ضغل شغل مرة كثير لكن خلونا نترك هذا الشي ونركز على الشي اللي جينا نسوي أصلا يعني معي البكتات أنا مادلة يشخ مهرلية كذا بس خلونا نشيلها رقع فوق ونبدا نبنى 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 ننى 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 كيف نبدا نبني وإننا ما جمعنا بكات يعني أصلا المغزى إننا نجمع بكات بداية بس سبروس ما حطيته هنا تحديث يا شباب حاليا وش بنسوي جينا نمحل بير عشان ناخذ خشب اتوقع ان كان كاتب خلونا نشوف فوق كان كاتب السعر ايه استاك واثنين كرو كوين فبناخذ استاك واحد اتوقع انه كافي ووافي ما ديش في قايت دمج هنا حلو كيف ندفع ثنين كرو كوين طيب وين ندفع يعني ندفع هنا والله ما ادري هل ادفع جوة ولا هنا بس بخليه هنا اوكي ان هذا فيها يعني شو الكر قالب انه مخليه على اني ادفع فيه ان شاء الله انه هو ان شاء الله يعني ان شاء الله انه يفتش يوم الايام القوة كرو كوين لون نوريكم موش سوينا بالضبط حاليا سوينا زي كذا اللي هو لعمدة عشان يكون بيت الصياد هنا اتكبرت المساعة بس حسيت ان هذا من هنا يعني تقريبا من هذه بلوكة احتماد اشير هذا كله لكن نشوف بعد ما نبني ونخلص انا ودي صغر البيت قد ما اقدر في نفس الوقت حطيت اضافة تربدور بس النكبت بالقياسات هنا يعني اربع بلوكات والطرف هي الخامس لكن هنا ثلاثة بلوكات والطرف هي الرابع فما ادري هل هو وسعي ولا لا لانه ودي انه يتربدور يكون في النص ماعطي شكل وهنا يتربدور في الطرف برض هنا احتمال انه يكون المكان حق انه ينزل القارب ففتحت هذا المكان كذا وهنا مكان الصياد زي ما قلتكم سواء صياد سواء بيت كذا زي الشب صغير ما ادري بس انه جبنا اهم شي الخشب اللي نبغاه ونحتاج نتسوي هذا مدل ليش يعني ما ما يجي للا ستون وهذا الاشياء توقع بنسوي نضيف كمية بسيطة من هذه التربدور ومعليش ستيرز فاش بنسوي منضيف الخشب زي كذا نضيف فوق احبه زي كذا وبعدين نسكر المكان زي كذا وهنا برضو نضيف هذا الشي زي كذا وفوق نضيف هذا وتحت نحط التربدور حقنا التربدور ما هو متناسق صراحة لكن المغزم انه انه يكون حق السبروس فمعنى ستون بريك نقدر نسوي البريك وال هذا محتاج منك محبة ونجي هنا ونحط الخشب حقنا اوه شي نحط ستيرز ما ليش انا بغى حطها كذا اوكي شكرا وهنا نحط هذا الشي وهنا نسكر بالخشب فمنها انه يكون شكل مع كل جهة يعني هنا التربدور هنا الباب اصبر خلنسوي التربدور بالشكل الثاني وهذا ما ينفع ابدا ذا اتوقع يبغى انه الاوكي الاوكي العادي عشان يكون دريشة فقلنا عندنا خشب يا رب والله كمية الخشب اللي عندنا حق البرتقالي مره كثير والله ستكون نحس هذا أفضل من الدارك او من حق السبروس لان السبروس وغط بالكامل هذا في فتحات يعتبر قريب من الاوكي العادي فخلنشوف الشكل كيف يطلع لو اضفنا هذا الشيء مشكلة اللون ابرتقالي هذا المشكلة نحط زي كذا ما عطي شكل ما عطي شكل يعني افضل من ذاك فهنا نضيف بعد الخشب نفس الطريقة اللي هنا بعدين نضيف الخشب وبرضه نضيف هنا وهنا نحط يطلع زي كذا كذا نكون خلصنا طيب حاليا نضيف ستون بريك بارعون ستيرس وهذا مايل زي كذا وهنا وش نحط طيب نبغى نرقى بزي هذه بلوكة واحدة عشان نحط هذه زي كذا بعدين نحط واحدة ثنتين ونشيل هذا الشي اللي هنا وهنا برضه راح نحط هذه بلوكة نضيف زي كذا بعدها وش نسوي نحط ستيرس حبة او معلش سلاب حبة وراح نرفع هذا السلاب الى حبة ثانية ومن هنا نحط الحبة الثالثة وكذا يكون عندنا شي هرمي شوف كيف طلع الشكل طلع رهيب والله بس هل متناسق الالوان ابيض مع ستون بريك مع برتقالي مع سبروس مادري صراحة اكتبوا لي تعالى في الكومنتات هل تشوفون هذا الشي متناسق ولا لا البناية من فوق تكون اسهل بكثير نضيف هذه ونضيف سلاب زي كذا وبرضه نضيف من هذه الجهة لا نبغى نكسر هذه نضيف سلاب ستيرس وهنا سلاب ستيرس هنا ستيرس هنا وهم مسكنهم مسكنهم هذا سلابة سلابة حلو كذا خلصنا نضيف هذه او نشيل هذه هنا نضيف واحدة من السلابات جميع شيء نضيف لبس سلاب أضيف ثلاث والشي كم نضيف سلاب سلاب الثاني نضيف ثلاث نضيف ثلاث اكتمال الشكل زي ما تشوفون باقي هذا المكان وهذا المكان معناه ستيرز هنا بس ستوقع أنه ممكفي نحتاج أن نسوي هذا الشي اللي كذا نكمل بناية كمل بناية زي كذا حلو ما أنا بغير تكون بالعكس حلو نحتاج كم حبة ستوقع أنه ممكفي ممكفي استحيل يكفي نحتاج ثلاث حبات تقريبا فنكملها زي كذا كذا خلصت الشكل تقريبا لو خليناها كذا بيكون أفضل صح يب كذا أفضل يعني هذه تكون تصلب بالخشب اللي بعدها بنفس الوقت ما راح تخرب الشكل أفدا يب كذا مكمل البلوك مرة عشان هذه ما تطلع كذا أنها راقية فوقها بزيادة منشيل هذه ونضيف عليها برضو اللي هو الخشب هذا بس نحتاج كمية بعد نضيف السلابات هنا جب منك كل شي نحتاجها إلا شي واحد معناه كم حبة هنا ستوقع يب هنا معناه 14 حاليا والله جد البيت حلوس صح أن هذا الشيء فوقه كبير مرة بس يبقى حلوين حلو صغير وما أخذ مساحة الحمد لله نضيف الخشبات هذه زي كذا وهنا نضيف الإضاءة حقة اللانتر بعدها نسكر المكان من كل جهة من هذولي والجهة الثانية حلوين بعدها نضيف ستيرز ونضيف اللانتر كل الجهتين ستيرز لازم نضيف أشياء هنا بعد لكن ما أدري هل أضيف كذا كذا حس أن العكس تكون أفضل لا أدري لماذا أتوقع أنها متناسقة معها أنا لا تشكية تقوم بصراحة توقع ترب دور بيكون مناسب جدا لازم أن نضيفه كذا عشان يكون الخط هذا جاي على كذا إذا لو حطيناه بالبلوكة اللي قدامها نرى كيف يطلع على جنب فما يناسب أبدا نكمل زي كذا توقع أنه كذا مناسب والله تصدقون يبغينا أكثر بعد حل الخشب ونسوي أكثر بعد نضيف الخشب هذا ونضيف فوقه هذا الشي ونضيف فوقهم اللانترن عشان يكون بشكل أفضل وبعدين نجيب هذا الخشب نحط حبة هذا حبة هذا ونضيف الفنس بعدين فنس بعدين فنس وفنس 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 بكل بلوكة وبلوكة نحط فنس نحس أنه لو سكرنا من هنا وفتحنا من هنا بيكون أفضل أقول لا اللي يبغى رحلة بحريك إذا بسيط طح يأتي هنا أبد يأتي من هنا ويركم والله نسيت الشور ونسيت ونسيت ونشتر من هنا ونسيت يبغى لنا نضيف سنارات وهذا الأشياء بس أنه ما معنا للأسف اللي هو سترينك كثير سترينك سترينك الزبدا أنه يبغى لنا نسوي سفينا حين يبغى لنا حين نشوف تصميم مناسب ونرجع لكم بإذن الله حلوين خلصنا من هذا الشي ما رح تشوفوا الحين رح يبين لكم بعد ما نخلص خلونا نضيف البنارات كم نحتاج بنارات وقعنا أربعة الله العالم يعني والله طولت على هذه السفينة من فيها تفاصيل كذا مجشرون وما حبيت أن أعرضها لكم عشان ما تطفشوا من الآخر فنحط هذا الشيء هنا ألو 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 وبكذا خلصنا هذه ما أدري أروف هل أخليها ملتصقة ولا أخليها زي كذا الله أنا أدري جد لكن أخليها ملتصقة يعني كنا شراعة فهمتوا هذا نازل عندنا شوي وهذه كذا ما لقيت لهذه يعني فيها طريقة ثانية يعني حط وول بس الوول تفسونا قديم مرة يعني الحقيين ماينكرافت قبل هذه التفاصيل حقة المكان حقنا بس خلونا حطوا الشيدرز عشان تشوفوا المكان وارضوا النوم يعني لأنه الليل الليل ما عمي ديكم تشوفون زي يا ساتر ألو الدنيا ظلمة طيب بسرير هنا خلنا نرقز فيه كنا ندمج شوي عادي قفوا يوحوش حولك حوله يا ساتر يشدرز ضهيب ويخوف في نفس الوقت يعني ينظلم كذا مجلون يا هلاو يا مرحبا نروح نشوف مكاننا الله 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 شوفوا كيف الشكل يا ساتر تقرب أكثر زي كذا تدقون هذه القهرة نية والله هذه القهرة نية بقى أشيلها والله العظيم الشكل رهيب رهيب مرة خلنا نروح بالجهة الثانية نشوف مثلا من هنا لا أبغى أرقف وق الشجرة يطيب نرقف وق هذه الشجرة شيك لي شيك لي صراحة أن هذه يعني البنارات لكم عليها لكن والله الشكل رهيب والله رهيب ما سكرت هذا المكان كامل نبغى أن نضيف اللي هو نجمع أكثر ثمانية وعشرين الله أحس أنها تكفي إن شاء الله والله كفت حلو نحتاج أن نسكر هذا المكان بس كذا لكن ما معنى الخشب الكافي من لون الأبيض لأسف البرج كذا كان نهاية الحلقة أحطكم العافية على المشاهدة إن شاء الله لكم استمتعتوا الحلقة خذت مني وقت طويل لأمانة لكن إن شاء الله أنا مختصرة لكم قدمة أكثر إن شاء الله أنا ميمة عدية إن شاء الله ما أدي كم توصل البنارات البنارات خذت مني وقت طويل الميناء وأنا سويه وفيها الكوخ وفيها السفينة فقعد أفكر أن أضيف قوارب صغيرة قوارب حقية مينكرافت اللي أقدر أسويها بالخشب العادي لكن أحس أنها كذا أفضل لو أضيف سفن أكثر حبيت إن السفينة ما تكون كبيرة صغيرة زي كذا شكل حلو وبنفس الوقت يعني فيها بارلز فيها كرافتينج هنا فيها اللي هو أفران هنا الغرفة فيها أو دبل تشست والأفران والنومة هنا لكن إذا في حيوانات كذلك حوالك ما تقدر تركت أعطيكم العافية مشاهدة شاء الله استمتعتوا الأمان استمتعتنا وعجبني المظهر الأخير همشين عجبنا شغلنا في النهاية أعطيكم العافية جميع نشوفكم على خير سلام